مرض الأسد مرضاً شديداً حبسه العرين فقد مرنته وقوته وبدأت علامات تقلب المزاج تظهر عليه حتى جاءه القنفذ بالحل السحري سيدي دوائك هو أن تأكل قلب الأسد الذئب فقال الأسد كيف أطرده وأنا في هذا الوضع لا تقلق سيدي سأتدبر الأمر وذهب القنفذ يبحث عن الذئب حتى التقى به تحت شجرة فأخبره أن الأسد غاضب منه لأن جميع الحيوانات كانت تزوره للاطمئنان عليه إلا الذئب مما قد يوقعه في مشكلة بعد ذلك تعافى الأسد أبتلع الذئب الطعم واستعد ولكن عندما وصلوا إلى سيد الغابة كان الأسد في حيرة من أمره وهو يحاول الانقضاض على الدواء ولم يتمكن من إيقاف الذئب الذي هرب دون أن يلتفت إلى الوراء وهو يتصبب عرقاً صارخ القنفذ بغضب ماذا فعلت يا سيدي هل تعلم كم خنته بشدة ولكن لا بأس سأحاول مرة أخرى ومرة أخرى وبعد جهد وعناء وجد القنفذ الذئب فوبخه قائلناً لماذا هرب أداب الذئب كأنك أعمى ألا يعني هذا أن الأسود هي الحيوانات المفترسة بالنسبة لي فيضحك القنفذ والله إنك لأحمق أراد الأسد تقبيلك فرحاً بزيارتك لكن قواه أرهقته فيطلب عفوك عاد الاثنان مرة أخرى إلى الجحر وهذه المرة اندفع الأسد نحو فريسته وبضربة واحدة جرح بطنه وفي هذا الوقت وفي غياب الأسد التهم القنفذ قلب الضحية وترك الأسد يبحث طويلة حتى صرخ يا قنقاز أين قلب الذئب؟ أجاب القنفذ بمكر سيدي لو كان له قلب لما عاد مرة ثانية إنها قصة تراثية ظلت عالقة في الأذهان لفترة طويلة ويضحك عليها الذئب لأنه لم يتعلم الدرس وبالتالي لم ينجو ولكن ونحن هل تعلمنا الدرس واحتفظنا به؟ بالإضافة إلى موعد الانتخابات بمختلف أنواعها وألوانها ومهما كان مجالها تظهر لنا نفس الوجوه بنفس البرامج ونفس الأسلوب والمرافعة نفس الوجوه التي أعطى المواطنة صوته لها تتبخر مباشرة بعد فوزه بالانتخابات حصار وأذكر أن بعض المتجولين من ذوي الخلفيات والمطلوبين كانوا يساعدون أحد ممثل الحزب الذي وعدهم بوظيفة فور نجاحه وبالفعل عندما طرقوا بابه ليذكره بوعده طلب منه الانتظار وهو ما كان كافياً لاعتقالهم واقتيادهم إلى قسم الأمن بتهمة الاعتداء على مسكن أحد المواطنين والأدهى من ذلك أن نفس الأشخاص عادوا لدعم نفس المرشح بعد الحملة الانتخابية المقبلة وما زالوا ينتظرون فرصة العمل هذه الحقائق تعيدنا إلى الجدل الدائر بين الثقة والواقعية ولم يقل عبثاً أن المؤمن لا ينخز من الجحر مرتين لكنك ستوافقني على أننا نتحدث عن القنافذ لا يوجد بينهم قنافذ ناعمة ناعمة ترجمة نانسي قنقر